بعد أن قام بتصنيعها بجهوده الذاتية يتجول مرتضى وهو شاب كربلائي بعربته الربل التي يجرها الحصان التراثية المزينة بالمصابيح الجميلة في شوارع مدينة كربلاء حيث يسعى مرتضى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة الحياة لأقدم وسيلة نقل في البلاد فضلا عن إنها بابا لرزقه أنه هي الفكرة كانت تراثية قديمة فحبيت أن أعيد التراثة وحبيت أشتغلها وبديت بالتصميم مالتها وبديت بشغلها واشتغلتها والحمد لله وشكرا أنجزت هذه واحدة اثنين حبيتها هي التراثة القديمة ثلاثة أصبحت هي باب رزق إلي التصاميم من عندي والشغل كله من عندي والمبلغ المالي اللي انصرف كله من عندي وبس أنا وأخو أطلق مرتضى على عربته تكسي التراثة كونها انقرضت في ستينيات القرن الماضي بسبب تطور وسائل النقل حيث لم يمنع رغبة الكثيرين من استخدامها بتنقلهم من منطقة إلى أخرى في المحافظة ليعيد لها الحياة من جديد هي مشت في الشارع سميثها تكسي تراث تكسي تراث يعني النظرة شون تكسي قديمة هي فسميثها تكسي تراث صار لها اسم حلو ومشى علي هذا الاسم والناس عرفتها بهذا الاسم بالستينيات كانت عشرة من أدهن ببغداد بالكاظمية فقط من أدهن النوبة اطورت من بعد بغداد هي محافظة كربلا اللي جنت اثنين من أدهبس والنوبة تكاثرت تكاثرت فصارت كانت وسيلة تنقل فالنوبة انقرضت من نزلة هذه السيارات الحديثة وتعرف هذا الشي فانقرضت حبيتها عيدها ورجعت وصممتها واشتغلتها وحيات التراث نحن نحبذ بهي شي مشروع وهي ترتيب تراثي قديم ولها لكلها يعني تتمنى انه هي شي شي عود شغلة تراثية نشجع عليها العوائل نشجع عليها الناس من وفتشي تراثنا القديم هذا وفتشي حلو ومرتب لم تألف شوارع كربلا تجوال عربات الربل التي دخلت العراق عام 1918 حيث كانت بدايتها عشر عربات في بغداد لتنتشر في باقي المحافظات ومنها محافظة كربلا حين ذاك لبرنامج يوم جديد طارق طارق الخفاجي كربلا ترجمة نانسي قنقر